ما فيش حد في التسعين أو التمانين مليون مصري ومصرية أيا كانت ديانتهم أيا كانت عقائدتهم أيا كانت توجهتهم إلا ما بيقولوا أنه لازم تلاتين ستة تكون سلمية وكل الأحزاب وكل الطيرات الإسلامية وكل الطيرات المدنية وتمردوا كل بيقول لازم تبقى سلمية لكن للأسف الشديد بقى لنا خمس أيام مات فيهم سبع أو ثمان تنفار النهاردة يوم تلاتين ستة الحجد الكبير أنا في أول الحلقة قلت أن النهاردة يوم أصعب من حرب تلاتة وسبعين حرب تلاتة وسبعين المصري كان عارف عدوه فين ورايح له ورايح يستشهد وعارف أنه هو في سبيل الله بيعمل ده ولكن طبعا ما بقولش أن فيه حيحصل خناقات ما بين الطرفين وأتمنى وكلنا من أتمنى أنه ما يحصلش ده ولكن للأسف الشديد فيه سبع ماته اليومين اللي فاته وربنا يسطر على النهاردة النهاردة المصريين اللي بيدروا في بعض دول أو لقدر الله أنهما يدروا في بعض دول إيه؟ يعني دول بيفكروا إزاي؟ عشان كده النهاردة يمصع للأسف الشديد طبعا على مصر كلها مش عايز أطول أكتر من كده معايا سيادة العقيد خالد عكاشة خبير أمني وستراتيجي صباح الخير فان صباح الخير فان زرحة لطنة أهلا بك سيادة العقيد زي ما قلت أنه كلنا بنقول سلمية ولكن في للأسف في السبعة أيام اللي فاته ناس سبعة أو تمنة انفار للأسف الشديد توفوا طيب وانبارح الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية كان قاعد مع وزير الدفاع ووزير الداخلية عشان تأمين الحكاية المفروض نعمل إيه؟ يعني المفروض الأمن يعمل إيه النهاردة؟ هو برضو زي ما حدك بتقوله هو أصعب يوم لمصر يعني وأصعب يوم لشغل الأمن النهاردة بس قبل الأمن يعمل إيه؟ الناس تعمل إيه الأول؟ يعني من رفع شعار السلمية يلتزم بالسلمية من بيقول إن هو نازل عشان مصلحة مصر ينفذ على الأرض فعليات ويحرص إن فعلياته تكون بالفعل لصالح مصر لكن إحنا لازم نكون واقعين ونقول إن إحنا النهاردة بنواجه حصاد الشهور الماضية حصاد طويل من الشحن حصاد طويل من التأزم السياسي اللي ما مخرجش هذا الشحن في مسارات سياسية ده السبب الحقيقي والمباشر لصعوبة المشهد شحن عالي جدا وقف في طريق مسدود أنتج أعداد على الأرض أعداد مؤيدين وأعداد معرضين امتد إلى أماكن كتيرة أصبح غير مرتبط بمدانة تحرير أو أثر الاتحادية أو مكان يتم التعبير فيه عن الرأي السياسي أو وجهة النظر أو الاحتجاج أو التأييد حتى امتداده امتد إلى مجموعة كبيرة من المحافظات ده اللي حداك أشرت إليها واللي سقط فيها معظم الضحايا بتاعت اللي يامل فات فضل فضل في اختلاف النهاردة عن صورة 25 يناير لأن الشرطة أكدت أن هي بتحافظ على الناس اللي وقفة في التحرير أو الناس اللي وقفة في جامع في مدينة نصر أو في الاتحادية حتحافظ يعني مفيش مواجهة تمام أن الناس يأمنوا حضرتك الناس اللي وقفين ومتجمعين في مكان احنا عارفين أن الناس تنزل الجيش والشرطة ينزلوا يأمنوا مبنى حكومي عارفينوا لو لقدر الله حصل زحف أو من المجموعة دي راحت للمجموعة دي أو المجموعة دي تقابلت مع المجموعة دي الأمن يعمل إيه في الحالة دي؟ الأمن بخطة أمنية سريعة كده نقول أن أولا لابد وإن الحشود بتبقى مرصودة وهي مرصودة أمنيا مرصودة بمعنى إيه؟ مرصودة بمعنى إن أنا مقدر مقدر أعدادها إيه؟ مقدر امتدادات الزحف اللي حداك بتقول عليه يعني اللي متواجد في مدان التحرير لو هو مرشح ليه التحرك هيتحرك ناحية فين؟ وهيتحرك بكسافة دي؟ هياخد أنهي طرق في تحركه علشان أبني عليها التصورات اللي أنا هشتغل عليه لو قلنا ربع العدوية كمثال ربع العدوية موجود في مجموعة من المؤيدين والمناصرين من أكتر من يوم وحتى الآن هم الناس بتقول مش يعني ما عرضوش من تصوراتهم أن هم هيعملوا زحف إلى أي مكان بس أنا بحط لهم حاجة مسبقة إنه هو كأمن يعني كخطة أمنية إنه هو لو الأحداث أنتاج التحرك ليه فهو يتحرك لفين؟ هيتحرك لفين؟ على طول لازم أول إجابة تقول لي تقول لي إنه هو يا هيتوجه لأصل للتحادية كنوع من إظهار التقييد أو هيتوجه لوزارة الدفاع في الكتلة الموجودة معتصمة بقالها أكتر من يوم في محاولة للإستضامة تمام ده وده لازم يتحط لهم الاحتمالات الفورية والمسارات وهشتغل إزاي وما شاب وهي عادة بيحصل إيه؟ عادة مع هذا المشهد بس هو مش عادة نقدر الله يعني لو حصل يعني هو مش عادة لأن إحنا برضو بنواجه مشاهد جديدة صحيح يعني دي حاجات جديدة أشارت الخمسة وعشرين يناير سارت خمسة وعشرين يناير لم تكن كتلة في مواجهة كتلة كانت كتلة في مواجهة نظام الدولة مع الشرطة وحصل الأحداث اللي تفرجنا عليها كلنا وانسحبت الشرطة أول ما لقيت إن المشهد يفوق قدراتها وإن المشهد سياسي وخد الخطوة وانتهى الكتلة وقصات كتلة دي دي إحنا حاجات بنواجهها أظنها لأول مرة عزيم أمنياً الكتلة اللي أنا عامل عليها خططي وبرضو الكلام ده موجود عند الكتلة الأخرى اللي هي موجودة عند وزارة الدفاع مثلاً دي إحنا بنتكلم على اللي حصل لغاية النهاردة صباحاً إنه فيه هنا وفيه هنا بخش أتدخل بسرعة جداً أعمل عملية تقطع كامل وحازم ما بين الكتلتين لضمان عدم وصول الكتلة دي للكتلة دي بشكل صارم بشكل بحصوره جوه امتدادات أخرى تبعده عن مسألة التصادم وابتدي تعامل بسرعة مع الكتلة الأقل عدداً والأسهل يعني تلقي لرسالتي في أن أنا أقوله أنه يغادر مكانه بشكل سريع لضمان أمنه تمام سيد العقيد حدك بتشرح لي الوضع أو الحالة لقدر الله حيعملوا إيه؟ ولكن إحنا هنا في المدينة إحنا هنا في القاهرة ما بين الاتحادية وما بين ربع العدوية وما بين وزارة الدفاع وما بين مدان التحرير مسافة في حالة المحافظات ده مسافة وفيه الرؤية واضحة كمان بالزبط في حالة المحافظات وعلى فكرة ملحوظة أن اللي حصل اللي توفه في خمسة أيام اللي فاته في المحافظات ملحوظتك في محلها طبعاً حضرك يعني تمام لأنه هو الموقف أصعب بكتير جوه المحافظات المحافظات عواصم المحافظات اللي تنقل لها الاحتجاجات طوال الأسبوع اللي فات للأسف مسرح عمليات أصعب بكتير قوي من اللي احنا شرحنا لأنه مسرح عمليات دايق أول حاجة مزدحم تاني حاجة مش منتظم على مسألة المسارات والشوارع والتخطيطات وما شابه فالمساحة الدايقة والتداخل دوت يدي صعوبة في الشغل جداً بس هو لغاية دلوقتي الحاجة الإيجابية أن هناك في هذه المحافظات لم يظهر كتلة أمام كتلة هو ظهر كتلة محتجة في المحافظة احنا بقى نقول الكتلة المحتجة إن كانت في المحافظات برجاء المحافظة على السلمية هما الناس نازلة عندها مطالب سياسية المؤيد والمعارض للنظام بيحترم هذه المطالب السياسية يبقى المفترض إن خوفاً على محافظتهم وعلى مكانهم وعلى عاصمة محافظتهم اللي هما بيعملوا فيها فعلياتهم إن هما يلتزموا بإطار السلمية وبإطار إن هو فعلاً يفضل مطلب سياسي يعبر عنه بفعليات سياسية حضيف كلمة صغيرة وخصوصاً إن احنا في خلال اليومين اللي فاتوا الأجهزة الأمنية رصدت إن في بعض الأدوات اللي عمالها تخش من الحدود إذا كان متفجرات إذا كان سلاح وخصوصاً طبعاً فترة اللي فاتت يعني السنة اللي فاتت كلها تقريباً ويمكن أكتر من السنة فاستمراراً اللي حضراتك بتقوله طيب في الحالة دي يعني في الحالة إن يبقى المنطقة ديقة الأمن بيعمل إيه؟ الأمن طبعاً قريب جداً من المنطقة الدايقة برضو وحتة الالتزام والانتباه للسلمية هي تفسير للكلام اللي حضراتك بتقوله إن أنتوا يا كتلة موجودة في محافظة المنوفية أو الغربية أو الشرقية أو الأهلية في المنصورة اللي هي اللي إحنا تفرجنا على بعض فعلياتها أنتوا يا جماعة مرشح إن يخش عليكم مندسين ودي كلمة مش مستهلكة دي كلمة حقيقية اللي عايز يعمل حاجة بيعملها في مصرح العمليات الأصعب اللي أنا بقول لحضراتك عليه مش هيجي يعملها في التحرير دي منطقة صعبة عليه قوي لكن سهل قوي إن هو يخش في مصرح العمليات الدايقة اللي إحنا بنقول عليه اللي هو ممكن ينتج حالة من الفزع ممكن ينتج يعني الخلل الصغير يبان كبير جدا ينتج مصابين كتير ينتج أزى ينتج حرق مبنى يدفع الناس إلى حرق مقر إلى حرق إلى القأطوب على المحافظة على مبنى محافظة دي الحاجات اللي إحنا بنقول عليها بيقود مجموعة صغيرة يدفعها لممارسة العم ده اللي مطلوب النهاردة بقى بجد زي ما حداك قلت في مقدمتك يوم صعب على مصر ويوم تقيل ويوم مشتبك فيه أطراف كتير يبقى اللي بيشتغل على الأرض يحرص على مسألة أن احنا برضو في وسط هذا التشابك الكبير لازم نحافظ على بلدنا ولازم نبقى احنا متفاهمين أن بلدنا في نقية يعني متعرضة لخطورة احنا ننزل ونحتاج ومن أول رئيس الجمهورية لأصغر ضابط شرطة أو ضابط قوات مسلحة قال يا جماعة من حقكو تعملوا تظاهرات وتعبروا بسلمية وما شابه يبقى احنا ننتبه جدا جدا النهاردة اليوم المهيئ لحدوث اختلالات في المشهد يبقى اللي موجود يبقى حريص الوعي بتاع الشباب يظهر في اللحظة دي الوعي بتاع أهالي المحافظات اللي هما كلهم يعرفوا بعض بالمناسبة ودي خطورة الشغل في المحافظات إن المحافظة حتى عاصمة المحافظة كل الناس بتبقى عارفة بعض بيه الاسم وبالتوجه وبمحل الإقامة وبأسرته وجميع الأماكن حاولوا في دائرة ديقة فده يتطلب درجة أعلى حتى من اللي احنا بنقول عليها في القاهرة هنا من الحرص من صوت العقل اللي يخش بسرعة يفكك أي مشهد عنف يعبر بسلمية محترمة يعني مقبولة من الأطراف كلها يحشد زي ما هو عايز يحشد الصورة النهاردة صورة مجموعة محتاجة بتحط ناسها ومؤيديها على الأرض وبتوصل رسائل سات العقيد في النظريات الأمنية بشكل عام اللي بيقعد يتكلم كتير بيفعل الحقيقة لا ده اللي بيتكلم كتير بيبقى عايز يوصل رسائل بيبقى عايز يشحن الناس بتاعته بيبقى عايز يبديو قويا يبدو عنده حاجات لكن من يتحدث كثيرا بالمفهوم اللي Elliot بتقوله ده لا ينتج عملا ليه أنا بسأل السؤال ده بكل صراحة من غرف ودوران عشان إحنا دايما بنشوف في كثير من اليوتيوب وكثير من الفضائيات اللي بتبص على الأحداث اللي بتحصل فيه أو التجمع الكبير اللي من حقهم في الجامع اللي هو في مدينة نصر ربع العدوية أنه بارح شفنا طبول شفنا تدريبات شفنا رموز ليهم إحنا هنزحف هنروح هنكسحهم إحنا متهيالي ما شفناش ده في الطرف التاني الحقيقة يعني بتقييم أمني محايد جدا وبحثي جدا علمي يعني تماما الحقيقة يعني الخطاب كان في ربع العدوية برضو تجاوز المقبول وتجاوز ويعني الحجد زي ما بيقولوا الحجد يعني أنه لها باللغة الدرجة سخن المتحدثين أخرجهم عن مسألة سياسية اللي كنت نتكلم عنها ما هو أنت خليك مؤيد ما فيش ما يمنع لكن هو ما ينفعش تبقى مؤيد واختبك منضبط ما ينفعش تبقى مؤيد وتمنع من أن أنت تقول في اللحظات الفرقة دي أن أنت تلقي بمسألة اللهب في نفوس اللي بيسمعوك أنك تاخد الحديث إلى مربع تاني اللي حضرك رصدت منه ده وأنا من قبلها بيومين رصدت أنه هو دخل في مسألة هنكتسح وهنقاوم الموضوع يعني كمتحدثين في هذه الجبهة المفترض أن أنت تكون برضو عندك طرح سياسي أن أنت يبقى الخطاب سياسي وعلى الطرف التاني برضو شفنا في اسكندرية وشفنا في عدد كبير من المحافظات برضو حرق لمقرات الحرية والعدالة أو حزب الحرية والعدالة وفي بعض اللي توفوا أنا بقى ما قدرش أقول هم من الحرية العادلة ولا من تمرد يعني الاتنين مصريين وده أنيل أنا آسف في اللفظ ولكن برضو في اعتداء من الطرف الآخر على المقرات شفناه وبشكل مش يعني عندي يعني كلمة واحدة الحقيقة أقولها في الجزئية دي أن أنت على طول بتفقد مصداقيتك نعم يعني رايح تحرق مقر حزب حرية والعدالة مقر سلفي مقر خدمي للي اعتاده على محافظات على مبنى حكومي بتفقد مصداقيتك وبتنزع أنت بنفسك عن نفسك نبل رسالتك اللي أنت نازل تتكلم فيه لأن أنا عمري ما هتعطف معاك وإنت بتخش على مقر في ناس موطنين مصريين وتخش تحرق وتقول لي أنا أصلي معايا رسالة سياسية رسالة إيه ده مش رسالة خلاص أنت خرجت من مربع الشغل في السياسة مربع الاحتجاج ودخلت مربع العنف وده اللي احنا نبهنا عنه في مسألة المحافظات يعني زي ما ده تجاوز في خطاب والحقيقة ترصد برضو الفعاليات اللي على الأرض اللي تنتج عنف مباشر لطرف آخر أو لمقرات أو مباني خاصة بالحكومة ودي الحقيقة حصلت برضو في أكتر من مكان على طول يعني مفيش تعاطف مباشرة المتظاهر السلمي اللي انت ككتلة سياسية عايزوا ينضم ليك مباشرة بينفر منك مباشرة بينفر من المشهد بيخرج منه لأن مفيش مصري أو اتنين مصريين هيتطفقوا على أن هذا المشهد مقبول أو أنه ينتج حاجة الناس اللي بتروح تنبارح للأسف الشديد يعني اختلقوا خناقة كده دخلوا على نقطة شرطة في مدينة الأسكندرية وأنتجوا مرة أخرى مشهد أنه هو يلقي على النقطة بكرة لهب ومولتوف وحرقوا النقطة أنا ناسلت إياه ما قدرش أسيب اللي حصل مبارح في استشهاد المسؤول الأمني في سينة وستين طلقا يعني غل يعني ناس عندها غل من المستشد يعني البقاء لله وربنا يرحمه الحقيقة يعني طبعا بقاء لله وربنا يرحمنا ورحمنا جميع ويصبر أهله طبعا بقاء لله إنما هل ده مؤشر لحاجة معينة ولا ده قريدي متكرر في سينة لا الحقيقة سينة ليها وضع خاص متكرر أولا يعني دي جماعات إرهابية صريحة دي جماعات بتستهدف قوات الأمن بشكل واضح دي جماعات على أعلى مستوى تكلمنا عليها في أكتر من مرة يعني ليها صورة مختلفة يمكن غير اللي احنا بنتكلم فيها يعني دي بره كتلة المؤيد والمعارض يعني بلاش نربط بيها وبين تلاتين سينة لا الحقيقة لا يعني هي في سياقها في مكانها مكانها في يعني خلل أمني قوي وفي تهديدات قوية لكن هي خاصة بملفها الحقيقة يعني سات العقيد خالد عكاشة خبير أمني والستراتيجي شكرا جزيلا لحضرتك فاند من وقتنا ونتمنى بخير لمصر ويبقى يوم طيب وبأمان على مصر كلها إن شاء الله يا رب الطرفين عارفين بكتاب الله وسنة الرسول إن ده هو الاتجاه الصحيح لاستقرار مصر ومستقبل مصر كل واحد بنفس المنطق ده هو بيفكر في اتجاه والتاني بيفكر في اتجاه هم اللي تنيب يتكلموا إنه ربنا سبحانه وتعالى ربنا الكريم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام لكن مختلفين بس في الطريقة اهدوا وبلاش نصعد الأمور عالفادي فاصل وراجعي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر